سيد سامويل أسعد الله مساءك أهلا مساء الخير شكرا سيد عفوا سيد سامويل يعني قراءتك لزيارة وجولة وزير الخارجي الأمريكي إلى المنطقة اللي بدأت بالقاهرة ولقاءته في القاهرة النهاردة ثم توجهه إلى تل أبيب اللي بيعقوبة إن شاء الله زيارته إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في رمالة كيف تنظر إلى هذه الزيارة في هذا التوقيت وكيف قرأت المؤتمر الصحفي اللي جرى النهاردة بين سيد بلينكين وسيد شوكري ولقاء سيد بلينكين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة نعم إذا نحن نعرف أن مصر تلاعب دور جوهري الهكومة المصرية تلاعب دور جوهري ليس فقط في تحدي الوضع وخفر التسايد بنسبة الصراع بين الإسرائيليين والفلسطين ولكن أيضا الهكومة المصرية ومصر بشكل عام تلاعب دور جوهري في كل الملفات المهمة في الإقليم منها كما اسمعنا من الوزير بلينكين منها السودان والليبيا والسد النحدة إذن الوزير بلينكين هو زار مصر وقام بهذه اللقاءات من نظيره سمع شكري ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي ليسمع من المصريين من القادة المصريين رؤيتهم ووجهة نظرهم حول كل هذه الملفات المهمة ونحن لدينا علاقات استراتيجية مهمة تاريخية من مصر وهذا كان أيضا جوز مهم من المناقشات في هذه اللقاءات اليوم